إذن نتابع معكم التحدي الثالث نطلب من لجنة التحكيم النزول إلى أرض الملعب وتمرير الكرة إلى اللاعبين التزديد بالمباشر هو هذا التحدي من يسجل أكثر سينتصر نشاهد وصلنا وإياكم إلى التحدي الثالث تحدي التصويب والتحدي الذي يشارك بلجنة التحكيم الكابتن عباس عطيع نجم القوة الجوية ومن هناك الكابتن مادي كاظم نجم الكرة الطلابية نعم وبصفرت نجم الكرة الشرطوية الزورية الآن بتصويبات نعم الكابتن سين عبد الواحد بتمرير واستقبال في المنتصف إعادة التمرير للاعب كرار كريم كرار في المنتصف بتمرير عن طريق الكابتن عباس عطيع الذي يستعيد ذكرياته مع القوة الجوية ومن هناك من أمام موسيقار منتصف في الميدان مهدي كاظم نعم الذي كانت تدغن جماهير الطلاب باسمه في هذه الأثناء يستعيد هذه الذكريات وبتمريرات ساحرة وتلق عن طريق الحارس محمد كاظم الذي يتصدى في هذا اليوم بتصويب الله الله على كرة قوية جدا قوية جدا الآن الكرة بتصدي لكرة أرضية زاحب عدنا وياكم والمشاركة الأولى لشباب المشرق في الاكتبار والتحدي الثالث أو التحدي الثالث تمرير جاءته الآن من الكابتن مهدي والآن التمرير من الكابتن عباس والتألق عن طريق محمد كاظم عادة الكرة والاستقبال التصويب ولكن في الزاوية التسعين ولكن اللاعب صوب من خارجه نعم الدار الذي تتواجد في المنتصف والتصدي للكرة الأرضية نعم الزاحب عن طريق اللاعب ولكن لا يفلح بالتصدي محمد كاظم لكرة منتظر علي في هذه الأثناء منتظر علي ولكن الكرة تحتل العارضة تعود الآن للكابتن عباس ولكن الكرة سريعة إعادة التمرير إعادة التمرير لقائد المنتخب الشبابي لبطولة آسيا الكابتن عباس عطي في هذه الأثناء وصلنا وإياكم إلى المشاركة الثانية لفريق الحميدية في التحدي الثالث بتصويب وثاني أيضا ضاعت كرة من الكابتن مهدي وكرة من الكابتن عباس والآن الثانية من الكابتن مهدي ولكن خارج الدائرة أو إعادة التمرير نعم إعادة التمرير عن طريق نجم منتصف في الميدان لكرة القدم الطلابية تعود الكرة بتصويب بعيدة إلى خارج أرضية الملعب عادت بتمرير الكابتن عباس عالية جدا عالية جدا التمرير في المنتصف والتصويب والأرضية أرضية أرضية في هذه الأثناء ماذا دا محمد كاظم التصويب والكرة البعيدة والذي تحتل العارضة الآن الكرة عن طريق الكابتن عباس بتصويبه لكنها مرت بجوار القامل أيمن تعود الكرة بتمريرة الكابتن مهدي الأخيرة واليسارية البعيدة جدا عن طريق لاعب حمزة حمزة تعود الكرة الأخيرة عن طريق حمزة والأخيرة من الكابتن عباس عطية والأخيرة بالمشاركة الأخيرة رمال صحة الحميدية وصلنا وإياكم إلى التحدي التحدي أو المشاركة الثانية والأخيرة بتحدي ثالث بتصويبه يتعلق بأحضان حارس المرمى محمد كاظم كرة بحس الفاضل محسن الصوب ومحمد يتصدى لكراجات من الكابتن مهدي ولكن العارضة الأفقية العارضة الأفقية تتصدى بمحاولة ما زالت قايمة مرت في جوار القامل أيسر عادت الكرة مرة الأخرى بمحاولة تصويب أرضية لكن محمد محمد كاظم محمد كاظم تعود الكرة مرة الأخرى بتصويبها مرت في جوار القامل أيمن تعود عن طريق الكابتن عباس بتمرير بتصويب ولكنها مرت